السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كفيزين فاميلين يوم ان شاء الله سنشترك معكم ثلاثة ديال انواع ديال العصير صحيين مية في المياه وكذلك خبز الزيتون ان شاء الله تشربوهم تردو علي الخبار كيف العادة وتفضلوا معي باشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله سنبدأوا بالعصير الاول سنحتاج هنا ثلاثة ديال الحبات ديال البرتقال او الليمون كيف ما كنسميه اه 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 سنحتاج الماء بالنسبة البرتقال كنقشروه صافي وكنقطعوه وكنزولو منو اه البودور ديالو وهنا غدا نستعملو اه التمر وغدا نطحنو هاد المكونات هادي اه اه الى كعجبكم ماء الظهر ممكن نزيدو ليه ماء الظهر وممكن كدلك نزيدو حتى اللوز اليك يعجبكم كيف ما كتشوفوا معي كيجي خاتر كيجي لديد لديد بلزاف مكونات بسيطة ولا بغيتو هيجي اتقيل يعني على شكل ديسير ممكن ما تزيدوش الماء هنا العاصير الثاني كنحتاجو هنا البرتقال نفس الشي يعني زولنا ليغي القشرة ديالو باش نستفضو بالمكونات اللي كتكون فيه والتمر باش غدا نحلي وهنا حبتين ديال اه البنان الموز وهنا اه زرعت الكتان يعني بذور الكتان اه كنا رقدها ليلى كاملة مع الماء كيف ما كتشوفوا معي احتى كتت ترتاب باش من اللي كنطحنوها كتت تطحلينا مزيان وباش اه كنستفض باش الجسم كيستفض اكتر من المكونات اللي كتكون فيها هنا ازلت الماء يعني هنا كنكتروا شوية ديال الماء لانه اه هاد العاصير هذا كيجي تقيل بززاف مهم كتطحنو الى بل لكم بان اخسكم نزيدو الماء كنزيدو الماء كيف ما كتشوفوا معي كيجي تقيل وبالنسبة يعني الحلاوة ديالو ومع لحسب الضوء ديالكم وغدا نبدو دبا العاصير الثاني هنا اخذت فواكه حمرة يعني مشكلة اه كانت عادي في الكورجلاتور انتوما ممكن تختارو الفاكهة اللي بغيتو اه اه هنا غا نستعمل اه بسيليوم او بدرة القاطونة هنا استعمل ثلاثة ديال المعالق وغدا نزيد هنا ايا الماء وغدا يعني نسمو بزيت الاساس ديال الحامض وممكن تستعملو غي عاصير الحامض او عاصير البرتقال باش كتنسمو اه والتمر باش غنحلي لان هاد الفواكه اللي عندي انا كتكون غريبا يعني المدق ديالها حامض صافي وهنا غدا نزيد الماء هنا الماء كتكتروا شوية لان هادك البسيليوم كيتقلن هاد العاصير هاد العاصير هادا ممكن تاخدوه بحال الديتوكس لانه كينقي الجهاز الهضمي اه من جميع الشوائب اللي كتكون فيه صافيه انتو ما كيفاش كيجي كيجي تقيل وهادك البسيليوم المدق دياله يعني كيكون نوت خيام كيكون حتى شي مدق اللي هو مجعي مزعيج اه صافي وكن تناولوه هنا هادا هو النتيجة ديال هاد الانواع ديال العاصير اللي هي صحية مية في المية وكذلك انا بالاحسن ان ناخدوها على معيدة فارغة باش نستفدو من المكونات الصحية اللي كينف هاد الفواكه هو من من الافضل ان انا غين نطحنوه ونتناولوه ما نخليوش بزاف باش اه مثلا نستعملنا بزاف اه اه البرتقال البرتقال فيتامين سي اللي كتكون فيه كتبخر هنا بالنسبة لنفس الخاليط اللي استعملناها عاصير الى خليناه ساعتين في تلاجة كيولي على هاد شكل يعني كي انقدروا نقدموه كا اه ديسير كيولي تقيل وانا ان شاء الله يكونوا هاد يكونوا هاد الانواع ديال العاصير عجبوكم اجربوهم وبالنسبة هديك البدرة ديال اه اه قاطنا او البسيب او البسيليوم ان شاء الله غدا نشترك معكم ما زال اه ديسير يعني مجموعة من اه مجموعة من الديسير ان شاء الله في اه فيديوهات قديمة بسم الله على بركة الله عندو زودابة باش نوجدو الخبز الخبز ديال الزيتون بالنسبة اه هاد الخبز هادا يعني معروف المطبخ الايطالي المكونات يعني كي يستعملوا فيه اه اه زيتون ومطيشة مجففة طماطم مجففة وازير اه انا غا بدلتغي المكونات ديال العجينة غا نستعمل الخميرة البلدية وغا نستعمل دقيق اه القمح الكامل الصلب الكامل وغا نستعمل الفارينة انتو ما لابدوا تستعملوا دقيق البيض يعني ممكن على حسب بالتوقع ديالكم هنا خديت الخميرة البلدية وضعتها في الماء الى كنتو هاد عجنو اه بيديكو اه ممكن يعني اه اضيفوا كل شيء في مرة اه في العجينة من الاحسن نضيفوا الماء واللون بعد الخميرة البلدية وعاد غدا نضيفو اه الدقيق بالنسبة اه الطريقة كيفاش نتعاملوا مع الخميرة البلدية في الصيف ان شاء الله بالنسبة الاخت اللي تلبط مني هاد الفيديو ان شاء الله بقي ما وجدوش غير نوجدو ان شاء الله نشاركو معكم كناخد اهنا الفارينة دقيق ديال الفارينة يعني كنخليه بالنخالة ديالو هنا كذلك الدقيق القمح الصلب بالنسبة للفارينة اللي كنسميو احنا في المغرب هي لفاغين دوبلي اللي كتبع احنا اه وبالنسبة الدقيق القمح الصلب الكامل هو يعني صعيب باش كنلقوه هنا وملي كنلقوه كيكون شوية غالي في التعمل صفي هنا كنزيد شوية ديال الملح وكنزيد القليل من زيت السيتون تقريبا ثلاثة ديال معالق ديال زيت السيتون صفيها هي عجنتها كتكون مطلوقة باش كيجينا الخبز اه زوين اه عرفته دابا هدا هو السير باش كيجي الخبز يعني كيجو دوك الفقاعات كبارين الداخل وكيجي رطي طب هذا هو السير خاص الخبز يكون نطلوق يعني وندلكوه مزيان حتى ولو كان في العجانة يعني نعجنوه في العجانة ونخليوها ترتاح ديك العجانة واحد شوية ومن بعد نعودو رجعوه لهادك الخبز يعني نعودو نعجنوه هنا صفيها هو خمر يعني دبارا سخن الحالة رضغية كيخمر الخبز ما كياخدش بالزاف ديال الوقت طفي انا بالنسبة لهنا يا هاد الفيديو هادا كان عندي في صراحة قديم من جحل هادي عجنة يعني عجنته في الليل وحتى الصباح هاد وجدت الخبز انا هنا مع الصباح كن وجد في هاد الخبيزات هادو اه اما دابا وطبا في هاد الوقيتها هادي يرى الضغية الخبز ما يحتاجوش كان نعجنوه في الليل صفي هنا كيف ما شفته يعني استعملت اه طماطيب مجففة واستعملت ازير مقطع يعني طري والزيتون مقطع تحته هو قطع صغيرة وسفي غدا نبدأ ناخد هادوك الخبيزات هاد الخبز هادا كيجي رائع اه كيفاش تعرفت هاد الوصفة هادي اه كليت واحد المرف وحد اه وحد المطعم اه كليت هادا ما انا ما كنا كورش الجبن اه قلبت على اه الخبز اللي ما فيش الجبن اعطاني هاد الخبز هادا اه سولته على المكونات كالي يرا فيها اه اه فيه طماطيب مجففة فيه الزيتون وفيه اه ازير مقطع قطع صغيرة كيجي لديد بزاف ديك الحموضية ديال الطماطم المجففة كيجي رائع بزاف وممكن تاخدو هاد المكونات كاملة وتعجنوها مع العجين الى اه الى يعني اه لان العجين كيولي اللون ديالو اه شوية اصمر ولكن مهم الا بغيتو تعجنوه معها ماشي مشكيل طاف يرا من بعد مني كيخمره كي اه من دك الزيتون وخا هكدك كيبانو حد شوية انا ما كيعجبنيش مني كيتحرق في الفرن دك شي لش اه هادا دك شي لش اه دخلتو هكدك لداخل ولكن ارا اخا هكي خرج خرجوا لي بشي زويتينت هكدك تلتو صافي من بعد ما اه يعني اه شكلت هاد الكويرات هادو هنخلي يخمر غير شي شوية مشي بزاف لان كان هنا بيت ليلة كاملة اه كيخمر صافي من بعد ما اخمر دخلتو الفرن ها كيف ما شفتو را يعني تحلو شوية اذوك الخبيزات خرجو شوية اذوك زويتينت ولكين مشي مشكيل اجر طيط بقو جا رائع جدا جاو اتمنى ان شاء الله تجربوه على كلين يعني الوصفارة معروفة من بعد من اقلب ترى لقيت بانها كينا في المطبخ الايطالي انا بدلت لاغي المكونات فقط يعني اه استخدمتها بالخميرة البلدية سمنى ان شاء الله تجربوا هادو الوصفة وتنال اعجاب ديالكم تردوا علي الجواب وكن نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة